كيما كل يوم وين نقولكم تعودتوا به الجينجل هذي اللي هو يدخلنا في الجزء من حصتنا المخصص للحملة الانتخابية وكيما أعلنت علينا في البداية اليوم وغدوة وبعض غدوة 60 دقيقة للمرشح أو من يمثله وحسب التغاجوسور وحسب القرعة اليوم الساعة مخصصة للمرشح زهيل مغزوي ويمثله اليوم مدير حملته السيد عبد الرزيق عويدات أهله وسهلاسي عبد الرزيق شكرا على استضافة أهلا بك تحية لي كل السيدات والسادة المستمعين شكرا لك سي عبد الرزيق الشعار الحملة الشعار البرنامج هو رؤيتنا لتونس أخرى ممكنة الي هذي ينلقاه فيه برنامج مرشحكم نعرفوا الي الناس طبعا تقرأ البرنامج ولكن يحبوا يسمعوا أكثر من المرشح أو من يمثله في بعض الأسئلة وبعض المحاور الأساسية أربع محاور بش نتوقفوا عندهم سيدة عبد الرزيق عويدات المحور الأول بش نتلقوا بالمحور السياسي الإصلاح السياسي كيف يتصور مرشحكم الإصلاح السياسي ثم محورنا الثاني بش يكون حول المنظومة التربوية ما هي الأهم الإصلاحات اللي بش تقوموا بها في المنظومة التربوية نمشيوا للقطاع الفلاحي أنتم مركزين برشا على القطاع الفلاحي فما هي أهم الإجراءات في القطاع الفلاحي ونختموا بالسياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية شنو أتصوركم لها ننطلقوا سيدة عبد الرزيق عويدات في الإصلاح السياسي ماذا يقصد المرشح زهير المغزاوي بالإصلاح السياسي وما هي أهم القرارات والإجراءات اللي بش يخذها أول بول يعني إن انتخب رئيس جمهوري طبعاً كنت حدثوا على الإصلاح نقول وراه بالنسبة للمرشح زهير المغزاوي يعتقد أن المرحلة الآن هي مرحلة العمل الاقتصادي والاجتماع يعني التركيز على الاقتصادي والاجتماعي لأنه لا يمكن أن نتحدث عن انتظار التوانسة لتغيير واقع حياتهم فقط في الحديث السياسي بينما الحديث الأساسي والذي ينتظره التونسيات والتونسيين هو التغيير الاقتصادي والاجتماعي لكن لتحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي لابد من إصلاحات سياسية الواقع الآن السياسي يحتاج إلى بعض التدخل في المسألة السياسية وأول إجراء يعتزم المرشح زهير المغزاوي القيام به هو إلغاء المرسوم 54 أول إجراء أول إجراء هو إلغاء المرسوم 54 كنا نتحدث على المرسوم 54 في مجلس النواب ثم نواب تقدموا بمقترح تعديل لهذا المرسوم والتعديل اللي كان مقصود به يعني تعديل المرسوم بما يجعله متناسباً معا الدستور التونسي ومعا الاتفاقية الدولية التي أمضت عليها تونس ولي نحكي على اتفاقية بوداباست نعم بوداباست ولي في هذا الإطال تمت المصادقة على انتماء تونس لهذه المعاهدة معاة بوداباست في الربيع الماضي إذن الآن كنا نتحدث على اتفاقية بوداباست ونتحدث على الدستور التونسي ونقول وراه حماية التوانسة وحماية أعراض التوانسة والحماية من الإشاعة ومن كذا يتطلب قانون ولكن قانون يسمح بالحريات يسمح بالنقد يسمح بإجراء تقارير ميدانية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي أو السياسي بما لا يجعل الذي يقوم بهذه التقارير يعني محل تتبع أو محل مطالبة الإعلام لابد من إخراجه من هذا القانون أيضا الصحافة لابد من إخراجها من هذا القانون باعتبار ثم مرسيم خاصة بالإعلاميين وخاصة بالصحفيين إذن هذا بالنسبة للمرسوم 54 إذن إلغاء المرسوم وتأسيس لتصور جديد لهذه المسال بالنسبة الآن للسياسي أيضا كنت حدفة للدستور التونسي دستور التونسي دستور 22 أولا ساعة إعلان رسمي من المرشح أنه يتمسك بدستور 22 لا يعتزم الخروج عن دستور 22 لكن دستور 22 في طياته يسمح بتعديل الدستور بآليات أبسط بكثير مما كان في دستور 17 إذن اعتمادا على تلك الآليات لابد من تعديل الدستور فالاتجاه في الاتجاه أولا المرشح الزويل المغزاوي لا يؤمن بالوظاف يؤمن بالسلطة ثم السلطة تشريعية ثم السلطة تنفيذية وثم السلطة قضائية ولا بد أن يكون ثم التوازن بين هذه السلطات وإلا فإن الميزان يختل والمسائل تختل والدولة التونسية تتأثر بذلك هذا فيما يتعلق بالسلطات فيما يتعلق أيضا قبل ما نمشي للسلطة كيفاش تروا التوازن كيفاش بشي يعني بأي سيفة وبأي صيغة بشي تم التوازن بين السلطة أولا كنت حدثوا على السلطة التشريعية السلطة التشريعية لابد أن تأخذ حقها ومكانتها الحقيقية في الدولة التونسية السلطة التشريعية عندها الرقابة وعندها التشريع وعندها أيضا لابد أن تكون صادق على الأقل على البرنامج الحكومي رئيس الجمهورية يعين الحكومة ولكن البرنامج الحكومي لابد أن يمر عبر مجلس النواب ولابد أن يصادق عليه مجلس النواب ثم يراقبه بعد ذلك إذن عملية الرقابة تحتاج أولا إلى يعني مصادقة أولية على هذا البرنامج الحكومي الحكومة لابد أن تكون لها يعني دورة عادية يعني 90 يوم ولا شهرين تمشي المجلس النواب وتعرض عملها وتعرض يعني منجزاتها وإلى أي حد نفذت ذلك البرنامج يعني تكون السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية أمام السلطة التشريعية مسؤولة وهذا محدد بالدستوري أم 60 يوم أو 90 يوم نعم نعم كذلك كنت حدث على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية من يراقبه في دستور 22 إلى حد الآن في تصوركم نعم لابد من أن يكون الرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس النواب الشعب إذا كان الرئيس الجمهورية يكون خرق الدستور خرقا جسيما يجب أن يكون في الدستور ما يسمح لمجلس النواب بسحب الثقة منه إذن لابد أن يكون مسؤول أمام مجلس النواب إذن وهكذا ولي ثم التوازن بين مختلف السلطات هذا ما يعتزم زهير المغزاوي القيام به لكن أيضا حتى لا معناها نبخص حق الرجل يقول أنه لا يمكن أن يتدخل في هذه التعديلات هكذا من تلقاء ذاته وإنما سيعتمد على لجنة من خبراء القانون الدستوري ينظرون في دستور الثاني وعشرين ينظرون في نقائصه ويقترحون التعديلات الممكنة تعرض على استفتاء شعبي أو تعرض على مجلس النواب بحسب ما يسمح به آليات التعديل في الدستور نفسه إذن تعديل يمر عبر مجموعة من خبراء القانون الدستوري ثم هذا التعديل يقدم إلى المواطنين أو إلى مجلس النواب الشعب أو ربما الأثنين نعم بما يسمح بذلك الدستور آليات التعديل في الدستور ثم الإمكانية بتعمل سنواب الشعب وثم الإمكانية بتعمل استفتاء حسب التعديل الذي سيكون إما يعرض على الاستفتاء أو يعرض على مجلس النواب بحسب ما تسمح به آليات التعديل داخل الدستور نفسه كذلك في الإصلاحات السياسية دائما في الإصلاحات السياسية يتحدث المرشح زهير المغزاوي على احترام استمرارية الدولة يقول أنا مؤمن باستمرارية الدولة عن المجلس الوطني للجهة الأقاليم لابد من تفعيله ولابد من تفعيل دوره لكي يكون له الدور الإيجابي في التنمية المحلية وفي التنمية الجهوية وفي المشروع التنموي إذن الإبقاء على مجلس للجهة الأقاليم نعم ولكن أيضا بتفعيل هذا الدور حتى يكون دور إيجابي لصلاح التوالس كذلك تفعيل الدور الإيجابي لمجلس النواب الشعب مجلس النواب الشعب يمثل الشعب يقول وراهي الإدارة مفتوحة أمام الشعب التونسي إذن كيف تكون هذه الإدارة مغلقة أمام النواب ثم نقول إنها مفتوحة أمام الجماهير وأمام الشعب التونسي كيفيش المعادلة المعادلة لابد أن يكون ناب الشعب هو الذي يتصل بالإدارات يتصل بالولاية يتصل بالوزارة من أجل إبلاغ الوزارات مشاغل المواطنين ومن أجل البحث معهم على الحلول الممكنة لمشاغل المواطنين إذا كان النائب الشعب لا يمكنه أن يدخل إلى بهو الوزارة فما بالك بمواطن عادي في مكان من الأمكان هذا في مستوى الأصلاح السياسي نفهمه سيد عبد الرزاق نذكر أنت موديل الحملة الانتخابية للمرشح زهير الماغزاوي فما ثلاثة وأربع نقاط فقط فماش مساس كبير بالإصلاح السياسي إصلاحات واضحة كما قلنا لغاء المرسوم 54 الأعلان الرسمي بالتمسك بيدسول 22 الوظائف هي صلط وليس وظائف وكما قلنا آخر نقطة المجلس الثاني الغرفة الثانية ما يتسمى الغرفة الثانية يعني بشيكون في لن يلغى هذا المجلس وبشيكون في تناغم هذه هي أهم الأسلحة الفلسفة إذن من الأسلحة الفلسفة هي أولا تفعيل المؤسسات تفعيل مؤسسات الدولة حتى تكون كل مؤسسة لها دورها ولها قدرتها على الفعل الإيجابي ما تبقاش المؤسسة قايمة ذات ولكنها مفرغة من محتواها أو تنتظر الأوامل التي تأتيها من خارج تلك المؤسسة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أيضا هو أن نستفيد من كل طاقات البلاد أن نستفيد من كل المهارات أن نستفيد من كل الأفكار ولذلك زهير المغزاوي يؤكد على ضرورة منح الحرية للمواطنين في التنظم تنظم الذي يجعل المجموعات المتفقة في أفكار وفي كذا يقدرون على تقديم مقترحاتهم إلى المراكز الثقال في البلاد وإلى المؤسسات في البلاد حتى تكون هذه الأفكار قادرة على الإضافة وقادرة على تمكين التونسيات والتونسيين من الإيجابي في حياتهم المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية هي من أول أيضا يعني اهتمامات المرشح زهير المغزاوي يقول أنه في ظرف ثلاثة أشهر ستكون المحكمة الدستورية مفعلة وقائمة يعني حسب ما ينص عليها الدستور يعني بالتركيبة التي خلن يتم المساس بالنسبة للدستور التونسي وضع المحكمة الدستورية بآليات واضحة ولا تقوم على انتخاباته ولا تقوم على أصحاب المراكز بصفاتهم كنت حدثوا على القضاء العدي القضاء الإداري والقضاء المالي ثلاثة من القضاء العدليين وثلاثة من القضاء الإداريين وثلاثة من القضاء الماليين الأكبر سنًا يكونوا المحكمة الدستورية إذن لابد من قانون ينظم العلاقة بين هؤلاء القضاء ينظم عملهم يؤثر دورهم وكيفية القيام به ويقع الإعلان عنها في الثلاثة أشهر الأولى من مهمته كرئيس جمهوري هذا المحور السياسي السياسي أهم يعني ما بش يقوم بها المرشح زهيل المغزيوي فاصل ونواصل معك سيدة عبدالرزيق اشتركوا في القناة موصلين معك سيدة عبدالرزيق عويدات من أهم المحاور في الانتخابات اللي في كل الانتخابات هي المنظومات التربوية يعني كل مرشح وكل مجموعة معاه وكل تصور اقتصادي اجتماعي مجتمعي يورينا التوجه في المنظومة التربوية أي منظومة تربوية نريد فكيف ستكون هذه المنظومة التربوية ما هي ما لمحها الكبرى وما هو الإصلاح التربوي اللي بشمشي فيه المرشح زهيل المغزيوي هو بالنسبة للمرشح زهيل المغزيوي ورجل تعليق هذا اللي يعرف عليها الناس كل أستاذ رياضيت بالتحديد وأنا رجل تعليق كذلك بالنسبة للمعناها اهتمامنا بالإصلاح التربوي كان عنده أكثر من 20 سنة تونس تهتم بالإصلاح التربوي المرشح زهير المغزاوي يضع في مقدمة اهتماماته الإصلاح التربوي وفي الإصلاح التربوي المرشح زهير المغزاوي يقترحها نوعين من الإصلاح ثم ما يسمى بالإصلاح الآجل وثم الإصلاح العاجل نبدأه بالإجل نبدأه بالعاجل نبدأه بالعاجل يعني غدوة الإصلاح العاجل هو أولا أنه غير فكرة التعليم من شحن العقول بالأفكار إلى التمكين من المهارات تحول من يعني إيصال المعلومات إلى التكوين على المهارات وهذا يجب أن يتطبق خاصة في التعليم الابتدائي في مراحله الأولى التلميذ سنة أولى ثانية ثالثة نمكنه من مهارة القراءة والكتابة والحساب وكل ما نريد أن نبلغه للتلميذ من مبادئ من قيم من أفكار من كذا تكون محمولة في مهام القراءة والكتابة والحساب بعد في مستوى ثاني مستوى الجزء الثاني من التعليم الابتدائي وقتها نبدأه في المواد الأخرى ولكن تكون مهارة القراءة والكتابة والحساب محمولة في تلك المواد الأخرى لكن يجب أن تنهى مرحلة الابتدائي بمناظرة وطنية وهذا كان هو السؤالي بش تبقيه على المناظرات الوطنية المعروفة بالسيزام والنبيام والبكالور المناظرة الوطنية الأولى في مسار التعليم في الابتدائي بش تبقيه عليه؟ نبدأه من سنة أولى إلى السنة السادسة إصلاحات ثم مناظرة وطنية التأميذ ما عادش نتحدثه على الارتقاء الآلي لأن الارتقاء الآلي نتيجته الآن نرى المستوى المتردي لخريج المدرسة التونسية مع احترامي للمدرسين واحترامي للتلميذ الأمر قايم على منظومة المنظومة هي التي أدت إلى هذا ورات حدودة محدودية لا تنسي الميت إذن المناظرة وبالتالي باعتبار المناظرة بش يولي عنا في التعليم الثانوي مسلاكين المسلك الأول هو مسلك التعليم الطويل والثاني هو التعليم المهني التلميذ اللي يدخل بعد السيزيام وعمره لا يسمحلوش بالتعليم الطويل نمشيه للتعليم المهني وهنا سيكل لان سيكل بروفشيوني بروفشيوني ولكن البروفشيوني ينتهي باكالوريا مهنية يأخذ ديبلوم ينجم يكون متفوق ويمشي ويعمل باكالوريا مهنية ويدخل للجامعة ويأخذ اختصاصاته في الجامعة إذن القضية ليس قضية يعني أنتم رؤيتكم للتلميذ هذي بعد المدة اللي بشي قضيها في التعليم مدة 13 سنين تقريبا 6 سنين و7 سنين التتويج متاحية أما باكالوريا عادية باكالوريا مهنية وعلى باكالوريا مهنية علاش لأنه حسب المرشح زهير المغزاوي في اعتقاده أنه ثم خطأ نرتكيبه في منظومة التقويم كيف نقيم التلميذ نقيم التلميذ على الحساب على القراءة على الكتابة على المعلومات لكن التلميذ الذي فشل في الحساب وفي المعلومات قد يكون متفوق فيه مهارات أخرى إذن يجب أن نكتشف مهارات التلميذ اللي ما عندهش قدرة في الحساب عنده قدرة في العمل اليدوي وينجم يبدع وينجم يوصل إلى أحسن المراتب النجم يكون أنا عندي تلميذ ما يعرفش يكتب المقال ما وش يكون صحافي ولكن يجم يكون أمهار البنائيين يجم يكون أمهار الصناعيين يجم يكون أمهار الميكانيكيين نعرف اللي في المنظومة جاية من الواقعة التونسي ولكن هل أنتم بالنسبة لكم المنظومة التربوية الأنسب والأنجحي شنو المثال متياكم موسي عبد الرزاق خترديم أحنا نقارن المثال الألماني مثلا المثال السويدي المثال الفنلندي ثم المثال النورفيجي النورفيجي مثلا ثم المثال التونسي عليش قلتلك هو مثال تونسي ولكن في التصور هذا المثال التونسي أحنا عنا رجال تعليم مارسوا هذه المهنة يعني من سنوات الستينات إلى الآن ونعرف الدور الذي لعبته المدرسة في تكوين أمهر الأطباء وأمهر المهندسين وأمهر البنائين وأمهر النجارين ولا زالت وانظري أنت لو نبحث الآن عن نجار في مدينة من مدن وفي قرية من القرى سنجد النجارين إما يعني متعلمين تعليم غير متمدرس وإلا من كبار السن الذين تمدرسوا في السبعينات وفي الثمانينات إذن ثم يعني هذه طريقة للحد من الانقطاع المدرسي وإذا الرقم الرقم ما نسق له مئة ألف ولكن هو سبعة وستين ألف وثمانية وستين ألف ويوصل أحيانا إلى المئة ألف ثم سنواته صلفة إلى المئة ألف آخر المعادلات والي هو كبير برشا كبير برشا لون كذا ما تماش انقطاع مدرسي التوني انقطاع المدرسي فاش نعاجو فيه يخرج المدرسة ونبعثوه إلى مراكز تكوين لكن مراكز التكوين ما عندهاش سلطة المدرسة وما عندهاش يعني رونق المدرسة ويعني قابلية الناس للمدرسة إذن ما تماش فشل ثم سوء اختيار للمسالك وقلنا محطة محطة أولى لتقويم يعني المهارات هي وقت للتلميذ يوصل لسنة سيسة ابتدائي بيش تبقيوا على الامتحان النوفيام اللي هو في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي هو يساعدنا امتحان النوفيام على اختيار مسالك التعليم الثانوي حسب يعني التقويم والتقويم رونحبوه يكون تقويم تكويني مش تقويم جزائي بالأساس نحب نكتشف وين مهارة التلميذ مهارة التلميذ في الرياضيات نجم نحطه في شعبة الرياضيات مهارة التلميذ في الاقتصاد نحطه في شعبة الاقتصاد مهارة التلميذ في التقنية نحطه في يعني شعبة التقنية اذا الغاية من المناظرات هي مناظرات بالأساس للتقويم واكتشاف المهارات باش نحسن يعني التوجيه للمسالك المختلفة في التعليم الثاني ولا بعد في التعليم العامي أستاذ عبدالرزي قاوديت وانتي ذكرت اللي انتي يعني ابن سلك التعليم والتربية وأستاذ باش تبقيوا على الكوليج والليسي بيلوت تصورك التصور التصور ممكن نبقيوا عليه فماش اشكال خاصة اذا كان تحدثوا على يعني التنافس من اجل مدرسة اخرى افضل لكن نراه الفكرة متاع المعهد النموذجي جات من ان يكون معهد متميز على بقية المعهد احنا نحبوها معهدنا الكل تكون في نفس المستوى البداغوجي وايضا في البنية التحتية وبالتالي وقت تولي المدرسة التونسية مدرسة جاذبة بنيتها التحتية مؤهلة وبرامجها موحدة يولي ما عادش ثم يعني وجوب ولا ثم داعي للمعهد النموذجي المعهد النموذجي جاء في وقت اللي احنا نتصوره ثم ايليت وثم مجموعة اخرى مثالش نخرجوها كيميجا اعادة النظر في التصور اذا اعادة النظر في التصور اولا ببنية تحتية قايمة في المدرسة على اساس التمكين البيداغوجي الجيد في كل مدارس ومعهد تونس ووقتها تولي المعهد النموذجي ما عاش لي حتى داعي فما اهي تفاضل خوية اخرى فقط نقول بالنسبة للمدرسة يجب ان تكون منفتحة على محيطها وتو بعد نجيو في الاجل منفتحة على محيطها ماذا نكون وماذا نريد من التلميذ الذي يتكون في مدارسنا نحطوا الهدف هذا يقدامنا وتو تراها اكثر وزارة تربية او وزارة تعليم عنوانها انتم هي وزارة تربية وزارة تربية لانو احنا نربي التلميذ على مهارة نربي التلميذ على التفكير نربي التلميذ على القدرة على النقد نربي التلميذ على القدرة على اكتشاف المعلومة على اكتشاف الحقيقة اذا هي التربية على المهارة موش التعليم تعليم المهار قبل ما نمشي للأجل نفتح قوس في تصوركم للحكومة والسلطة التنفيذية يمكن أن نرى وزارات موجودة عمرها متوجدت يمكن أن نرى إدماج وزارة مع وزارة أكيد تحدثوا على تركيبة الحكومية وتركيبة المزارية الحالية تحدثوا على وزارة التكوين المهني والتشغيل التكوين المهني سيكون مع التعليم الثانوي مع وزارة التعليم التربية إذن بالنسبة الآن للأجل الإصلاحات شفنا يعني بالعاجل والأجل حويجة وحدة في العاجل هي الزمن المدرسي وإحنا عملنا عليه حتى سنداج لهنا الزمن المدرسي في تونس الآن كارثة على الثقافة وكارثة على الرياضة وكارثة على إنسانية الإنسان تلميذ من الصباح إلى السادسة مساءً وهو في المدرسة في جدول أوقات المدرسة حسب الموازنات وبعد السادسة يمشي للدرس الخصوصية إلى العاشرة مساءً التلميذ داي وقتين فش يمارس الرياضة وقتينش التلميذ داي مش كن عنده اهتمامات ثقافية إذن شنو تقترحوا إذن؟ نقترحوا أولاً كيف تكون القضية مركزة على المهارات ما هيش على المعلومات شنو لي خلي تويك التلميذ يقرأ ويلوج على الليتويت على يمشي الدرس الخصوصية عميش؟ لأنه وقت ليقرأ ما يعملوش ما يسمى بالاپليكسين في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في التقني يقرأ النظري وكي ييمشي اللي تويت يمشي للدرس الخصوصية يعملوا اللاپليكسين يلزم التلميذ في المدرسة يعمل النظري ويعمل اللاپليكسين وتولي ما عادش عنده حاجة إلى الدروس الخصوصية إذن اللاپليكسين تكون في الدرس لأنه ونحب نكونه المهارات وقت يتمكن التلميذ من المهارات علي المعلومة نجمي جيبه وهذا في علاقة إذن بيعاد النظر في التوقيت أين نعم لابد أن يعاد النظر في التوقيت التلميذ في التعليم الثانوي ولا في التعليم الابتدائي ما يجب موش يتجاوز الرابعة مساء في المدرسة باش يكون عنده خرصة ينجمي مارس الرياضة ويكمل قرايته موش باش يكون الرياضي ناجح يجب ينقطع عن الدراسة يجب يكون عنده مجال المسرح عنده مجال الفن عنده مجال الرسم عنده مجال للسينما ونوادي السينما ترجع وهذا يطور نشوفه حتى في الثقافي بعد أما من نجميش نتحدث على الثقافي وتوفير هذا والرياضي وتوفير هذا للتلميذ والحال أن المدرسة تحتكيره وتلزمه بالبقاء في بابين جدرانها من الصباح هذي ما كمش قاعدين تاخدوا في يعني مجال اللي هو يتلهبين مجس أعلى التربية في الآجل في الآجل أنا عندي فاصل الميتيو نعديو الميتيو ثم عنا خلنا أعطيني سؤال قبل مشو الفلاش بوخس الآجل عنوانه الأكبر شنو قبل ما نشو في تفاصيل هو المجس الأعلى للترب آه مبني عليها المنظومة التربوية الكل بش تمر عبر المجس أعلى التربية كشنو أهميتو بالنسبة لكم المجس أعلى التربية هو اللي بش يكون يعني الرأس المدبر للمنظومة التربوية وإصلاحاتها واستمرارية إصلاحاتها دكار وكيفاش بش يخدم نتو ما حسب لكم بالنسبة لنا أحنا المجس أعلى التربية أولا يجب أن يخرج من يد السياسي إلى يد الخبير التربوي بالنسبة للمجس الأعلى التربية يجب أن يقوم عليه خبراء تربويين والخبير التربوي احنا عنا خبراء رو عنا خبراء في التربية ومازال تتوش عنا شكون لني مازال كيف نجح خبير تربوي في الصيفة الماضية إذن خبراء التربية هم الذين يشرفون على المجس الأعلى التربية حتى تستمر الإصلاحات وتستمر المنظومة التي يقع تركيزها لا تتغير بتغير الوزير وإحنا شفنا إشكالية كبيرة في التعليم كل وين يجي وزير جديد تجي إصلاحات جديدة تجي أفكار جديدة ألغي السابق وجيب الجديد منشور جاء منشور وفاء يعني بشي يكونوا فهمة كان خبرات تربية خبرات تربية اختصاصات أخرى خبرات تربية بشي هما اللي يكونوا المدبرين والمشرفين على المنظومة التربوية ولكن هذا المجلس الأعلى التربية يجب أن يكون فيه على الأقل مؤسستان أولا مؤسسة المرصد التربوي هذا في تصور زهير المغزاوي المرصد التربوي دوره في ثلاثة حاجات أولا رصد المنظومة التربوية هنّاتها ونجحاتها وين فاشلين وين ناجحين واضحة المرحلة الأول المرحلة الأول أذي المرصد الأول المرصد الأول المرصد الدور الثاني للمرصد هو رصد ما يقع في العالم من تطورات علمية تقنية بدغوجي والاستفادة منه والاستفادة منه الثالثة هو رصد الواقع التونسي العملي وحاجياته إلى الكوادر وإلى الاختصاصات وإلى المهارات ثم نقيم منظومتنا وندخل عليها تغييرات بحسب ما انتهينا إليه في هذه المرصد فتكون المنظومة منظومة تتطور دائما معناها تصلاح اليوم ونأجلوه عشرين سنة نعملوا صلاح جديد ثم تطوير دائم ومستمر للمنظومة التربوية لكي تواكب التطورات العالمية وتواكب الواقع وما يحتاجه وكأنه سيد عبد الرزيق عويدات أكبر وأهم إصلاح بشي يقوم به سهيل مغزي هو الإصلاح التربوي في الموندان حفاظ وراجعين الانتخابات الرئاسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد عبد الرزيق عويدات مدير الحملة الانتخابية للمرشح زهيل المغزيوي كما ذكرنا في البداية البرنامج الكامل تلقاوه على طبعا للمواطن التونسي الناخب تلقاوه على موقع أو صفحة المرشح وصفحة السيد زهيل المغزيوي لكن احنا مركزين مع ذايف اليوم على أربع محاور ترقنا للمحور الإصلاح السياسي توا في محور إصلاح التربوي ثم بش نمشي لمحور القطاع الفلاحي ثم السياسة الخارجية اللي نختم بها سيد عبد الرزيق عويدات حكينا على الإصلاحات العجلة احنا توا في الإصلاحات الآجلة حكيتلنا على تصوركم على المراحل اللي بشتمروا بها وقلنا في خيتامة جزئنا الأول أنه ربما الماندا وعنوان الأبرز الماندا متاع زهيل المغزيوي إن تم انتخابه رئيس الجمهورية بش يكون يمكن من عنوانه الأبرز هي الإصلاح التربوي وإصلاح المنظومة التربوي لأن الإصلاح التربوي هو أساس كل الإصلاحات نحن نكون الإنسان والإنسان هو بين الاقتصاد وهو بين الحياة الاجتماعية وهو الذي سيقود البلاد مستقبلا فنحن نشتغل على يعني العقل التونسي والعقل التونسي الذي سيقود تونس لتونس أخرى ممكنة بالنسبة الآن للمؤسسات اللي بشيشرف عليها المجلس للتربية هي مؤسسة الترجمة مؤسسة الترجمة إذن لابد أن تكون ثم مؤسسة تهتم بترجمة العلوم والفنون والثقافات الأخرى على اختلاف أنواعها إلى اللغة العربية ووضحها على ذمة المؤسسة التربوية لماذا؟ لتكون تونس منفتحة على كل العالم وعلى كل ثقافات العالم وتستفيد منها إذا كان عنا رصيد معناها علمي مترجم وقتها نمشي إلى التعريب علش للتعريب لأنه زهير المغزاوي يؤمن أن اللغة ليست آدات لتبليغ المعلومات والأفكار وإنما هي آدات تفكير إذا كان أنا لا أعتمد اللسان العربي في استيعاب العلوم أروا اللسان الذكري وللسان فولكفوري يعني كيمة الفولكلور فولكلور فولكلوري إذن يولي اللغة نعتمدها كتراث ولكن لا نعتمدها كبرنامج حياة وكأسلوب حياة لذلك انظروا أنت كل شعوب العالم في كوريا في ماليزيا في اليابان في الصين يدرسون العلوم بلغاتهم عندما ندرس العلوم باللغة العربية هذا سيطور اللغة اللغة لأنها حياة معناها جسم حي اللغة تتطور إذن يطور اللغة وعندما نطور اللغة سنطور بها اللغة عندما تتطور هي تطور تطور الشعب الشعب يقابل يعني يكون يعيش عصره مش يعيش عصره في التقنيات وفي الحياة الرقمية الآن ولكن على مستوى ثقافي يعيش الحياة البدائية لأنه لغته مرتبطة بحياة بدائية إذن لكن التعريب لا يمكن أن نعتمده في العلوم إلا بعد ما تشتغل مؤسسة الترجمة وتكون عندنا الرصيد الكافي من العلوم المترجمة إلى اللغة العربية مؤسسة المرسد التربوي مؤسسة الترجمة هل هناك مؤسسة أخرى إذن هذا أساس المؤسسات هناك مؤسستان تقوم عليهم المجلس الأعلى التربية الأساس الأساس هو هذا لكن معناها ربما يتميز به يا زهير المغزاوي أنه رجل حوار رجل نقاش رجل منفتح إذن إذا كان ثم إمكانية لتطوير المجلس الأعلى التربية بأفكار أخرى تأتي من جهات أخرى فزهير المغزاوي منفتح على كل الكفاءات في تونس وعلى كل المهارات في تونس ليكون هناك نقاش من أجل الأفضل لتونس ما هو كان فكرته هو فقط هذه فكرته ولكن إذا ثم شكون ربما يقنعه بأفكار أخرى ولا بأشياء أخرى يمكن أن تضعف فالبناء لن يتوقف عند لحظة صعود زهير المغزاوي إلى كرسي الرئاسة إذا سعد المراشح زهير المغزاوي إلى كرسي الرئاسة هل سيثمن التعليم العمومي وهل لديك مشكل مع التعليم الخاص القضية بالنسبة لنا نحن مش مع التعليم الخاص القضية بالنسبة لنا نحن مع المدرسة العمومية وفقدانها لي روناقها وفقدانها لي معناها جاذبيتها للتلميذ يلزم الرجع المدرسة العمومية إلى مدارها الصحيح اللي هي تكون جاذبة للتلميذ وتكون قادرة على نفع التلميذ وتكون أيضاً موفرة لحاجيات التلميذ وموفرة للبنية التحتية التي تستوعب المناهج الجديدة والمناهج المقترحة الجديدة إذا توفر هذا في المدرسة العمومية المدرسة الخاصة لا تقلقونا والمدرسة الخاصة أيضاً سوف لن تكون جاذبة لأبنائنا نمشيو للمحور الثاني تونس مطمور روما تونس اللي مبنية على المحور الثالثة سمحني على القطاع الفلاحي تونس معروفة دولة فلاحية ولكن هناك بعض الإصلاحات وبعض القرارات اللي بشيخذهم المرشح زهي المغزيوي لتطوير القطاع الفلاحي تقييمكم للوضع القطاع الفلاحي اليوم هو ليخليكم طبعاً مش تعملوا إصلاحات شنو تقييمكم ليه حالياً إحنا تقييمنا نقول وراه الفلاح من أكثر الناس معاناة في تونس الآن يعني هو ركيزة الاقتصاد التونسي هو ركيزة السيادة الوطنية لأنه من يش نتحدث على سيادة وطنية في غياب السيادة الغذائي وبالنسبة للمرشح زهير المغزاوي لا يتحدث عن الأمن الغذائي لأن الأمن الغذائي النجم أمن أنا غذائي من خلال التوريد وراكي تحدث على سيادة غذائية أن تنتج تونس غذاء أبنائها وهذا ممكن في تونس هو مفقود إذن هو الآن مفقود طالما نستورد في يعني الحبوب الحبوب ونحتاج أحيانا توريد الحليب ونحتاج أحيانا توريد اللحوم يعني من هذا المنطلق أنتم ما تقولوا اللي تونس ما عندهش سيادة غذائية ما عندهش سيادة غذائية سيادة الغذائية تكون بأن نأكلها من إنتاجي أرضنا به به إشنا هو الإشكال ثم مصطلح ديما نعودوه وثم ناس عندهم حساسية منك يقولوا تونس مطمورة روما وكأنه نفتخروا بي أنه تونس كانت تحت السيطرة الرومانية لا هي تونس مطمورة روما لأنه كان الإنتاج الغذائي في تونس يوفر الغذاء لكل الدولة الرومانية يعني كذا حوض البحر ربي المتوسط يأكل من تونس وحنا التومناش قديم بش نأكل وحنا برك من تونس كاثة هذا أمر مقلق تونس الخضراء على شنو يتقوم تونس الخضراء مو عالمياه ولا لا إذن كيفاش تونس تبقى خضراء في ظل الجفث هذي إشكال ولكن أيضا كيف نشوفه أحنا على مستوى البحث العلمي والدراسات العلمية تقول رأي تونس تحتها بحيرة من المياه العذبة وشوف أنت أنواع المياه العذبة التي تباع لنا الآن في قوارير إذا كان لدينا كمية الأنواع هذه كمية العيون التي نأخذ منها في المياه العذبة أشبيه المياه هذه ما نستغله في الفلاح في الجنوب التونسي ثم بحيرة مائية تزيد على تسعة مليار متر مكعب يعني لماذا نستغلها في الجزائر الآن وادسوف أصبحت تنتج كل نوع الخضر والغلال والحبوب والعلف أحنا يحيط بين البحر على 1400 كيلو متر بخلاف حدود الجزر كيفاش ما نستغلوش المهدي أحنا عنا مستوى تلوث من المياه المستعملة تجاوز كل التصورات نعرش أنا في عمري كنت نمش في الشاطئ الزهرة نعوم في الزهرة شنو نجمع في الزهرة كانت شواطئ حمام لمف من أحسن الشواطئ شكون يعوم في حمام لمف التلوث وصل حتى لسليمان مناش مياه مستعملة غير معالجة إذن إذا كان نحب ناخد مفلحتنا ثم ثلاثة حاجات نركز عليها أولا معالجة المياه المستعملة مش معقول مياه مستعملة تلوث محيطنا وتقضينا على بيئتنا وتقضينا على فلحتنا لسونداش الأبار العميقة في سيديبوزيد في القصرين في الكيف في الجنوب التونسي الثالث هو تحلية ماء البحر لو نعم محطات يعني محطات لشرب بينما لو نحلي ماء البحر في الشمال بمؤسس بمركز ضخم لتحلية ماء البحر بالطاقة الشمسية ونجي من ماي إلى اكتوبر ضروة انتاج تحلية ماء البحر في الشمال ونصبوه في سد البراق ومن سد البراق يغذينا زو السدود سد الجومين وصد سيدي سالم كيف نملاو السدود هذه متاعنا نأكد لك الفلاحة في تونس ستنتعش الآن قداش منزلنا لنا من معامل طماطم وينهم اللي في بجاوة وينهم اللي في شافية في سيدي ثابت وينهم اللي في نابل الانتاج هذاك مش كان يجيبنا في عملة صعبة مش كان يخدم في خدامة من التمويل خطر نعرفو يعني محطات تحلية تلمية مكلفة جدا 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 مكلفة جدا ومردودها مؤكد جدا الآن نرى اللي يستعملوا في الري ما مش يستعملوا فيه بليش بمقابل والمقابل ذاكا مش ناخذوه من توفير انتاج نبيعه وما نش نبيعه في تونس فقط ارى كنا نرى ننمولوا الجزائر ونمولوا ليبيا وننمولوا موريطانيا وننمولوا افريقيا بانتاجنا الفلاحي وانتاجنا الفلاحي في خضر وفي الغلال من احسن انواع الخضر والغلال اللي تلقاه في العالم اذا العالم مفتوح لانتاجنا الامر الثاني التعاون الدولي نجمه عن طريق التعاون الدولي نعمل المشاريع هذه ومن خلال عائدات هذه المنجزات يمكن دفع يعني معلوم فواظ القروض واهلا يعني لزيش يونس القروض متاعنا الى جانب انه احنا ثم حاجة اخرى مهمة جدا في الفلاحة اللي هي ارجاع الاسترجاع استرجاع البذور التونسية البذور التونسية هي بذور متأقلمة مع واقعنا التونسي ما تحتاجش ادوية ما تحتاجش على الاقل برشة ادوية و ملاءمة للمناخ التونسي نجم تتلاءم على المناخ التونسي خلينا بذورنا في الحبوب خلينا بذورنا في الغلال وجبنا بذور مستهجنا من برة الى جانب انها تذورنا وشوف انت امراض السرطان عفانا وعفاكم الله في تونس وتفشيه توتلقي الاسباب انتاعه هي الادوية اللي نستعمل فيها في الغذاء التونسي اذا البذور التونسية لابد من استرجاحها ولابد من اعطاها يعني توفير المراكز لمعالجة البذور وتكون قائمة على البذور التونسية والموضوع المياه هذا سيوفر كمية كبيرة من يعني العملة الصعبة اللي قاعدين نخرجوا فيها البرة نتيجة التوريد موضوع اخر مهم هي الاراضي الدولية الاراضي الدولية فم اشكال كبير في الاراضي الدولية جينا اعطينا الاراضي الدولية لشركات الاحياء شركات الاحياء تجي تاخذ لك ستم اكتار وخمسم اكتار كانت تتخدم في ستين خدام مترسم خرجوا الكل خلاه اربع اساس يجي يحرصها ويمشي على روح علاقت بالارض ذيك ربما في الويكاند يعمل في برباكيو والقايمة الاراضي الاحياء على ثلاث شهور في التسعينات ثلاث شهور اولا الانتاج ثانيا اليد العاملة تشغيل والثالث هو الاشعاع في المنطقة انتاج تشغيل اشعاع اشعاع على المنطقة هذية اللي كانت مبنية عنها يعني فكرة الاراضي الاراضي الدولي فكرة شركات مقابل شنو مقابل معناها كيس حبوب على كل هكتار كيس الحبوب بتاو بمئة وثلاثين دينار يعني الهكتار بمئة وثلاثين دينار شنو يعملوا صحاب شركات اللحية هذوم يجي وين معناها الفير ما متاعه هذي القيم فيها هو والارض اللي حول ها اللي هو الاطراف يعطيها للناس بالكري بقدرش يكري في الارض يكري باربعمية وبخمسمية دينار الهكتار للناس لكن بدون عقود كري تحت الطاولة نقولوا احنا وانتي تشوف مانا الارض مزروعة تقول هذي هو وزرحها هو وهو وزرعين هه ناس كارين من عنده ياخذ عليهم حق أربعة شكاير ولا خمسة شكاير يعطي منهم للدولة واحد أشكارة والاخرين يبقوا عنده استفاد من أرض الدولة ولكن لم يقدم للدولة شيء لا انتاج ولا تشغيل ولا اشعاع على المنطقة اذا مراجعة كرس شروط نمشي ونتفقد ونسى ذوما عندك تخدم في خدامة يقول ايه نخدم وين السينة الساس نتاح ما كتصب عليهم السينة الساس ايجي اعطيني جداش من خدام صبيت عليهم السينة الساس خلي هذك هنو يخدم عندك ما ثماش انت خالفة الشروط وتنتزع منه الارض ونعطيه هالشباب الشباب اللي هو عنده علاقة بالفلاحة كي نعطيها عشرة اكتارات وينتجهم ونعاونوا بالتراكتور ونعاونوا بالمحراث ونعاونوا بالزريعة ووقت اللي ينتج يخلص وقتها النجم معناها اولا ننجو اكثر ثانيا نشغلوا اكثر وثالثا بالحق واللي ثم اشعاع للمنطقة اللي فيها الاراضي هذيك هذيه في الاصلاحات اللي انتو ما ترحينا فيه برنامج الفلاحة القتاع ويمكن تغيروا وزارة الفلاحة الى وزارة الفلاحة والماء مثلا اللي ملا لما لا هي تقدر وزارة الفلاحة هي لمهتمة بالمياه طبعا ولكن حتى تكون بات نعطوها التسمية اما ثم حاجة اخرى مهمة نعم بشكل المياه ثم حاجة اخرى مهمة اللي هي مجالة المياه مجالة المياه اللي هي مقبورة الآن في الوزارات ما نعرفوش عليها كله ونطلبوها في مجلس النواب يقولوا رايها ما زالت وهي قريب تحضر وكذا يلزمها تهبط إلى مجلس النواب ويلزمها تتناقش ويلزمها تخرج في أقرب الأوقات إلى الحياة اليومية والممارسة ثم موضوع آخر في الفلاحة ونختمو بي ونمشي ومحورنا الرابع الموضوع الآخر المهم هو مسالك التوزيع الفلاحة نتيجة ضعف المقدرة المالية عند الفلاح يضطر إلى بيع صابته قبل نضجها يخضرها يخضر غلاله ويخضر زيتونه ويخضر دلاعه وبطيخه وعليش لأنه ما عندوش فلوس ما ينجمش يصبر حتى ليجمع ويبيع ويلمد فلوسه إذن ومن ثميكا تشتعل الأسعار يولي الفلاح اللي هو ينتج ياخذ أقل ما يمكن والوكال اللي هو يدفع يدفع أكثر ما يمكن والمستفيد هو الوسيط الذي لم ينتج واستفاد أكثر نعطيك الفلاح يشري البذور وعنده الأرض ويزرع ويحصد ويكون معناها مرابط فكل مكان ذاك اللي يخدم فيه وفي المقابل ياخذ أقل بكثير من واحد عنده شاحنة يزبها السلعة من هنا للسوق ساعات ما توصلش للسوق ساعات يقف بيها على الكيسي مسالك التوزيع أيضا هو أيضا من مرتبطة بالنسبة لكم لخلل في الشين الكل وثم موضوع آخر في الفلاحة أيضا أحنا كيف نشوفه تم عنا مشاكل صارت في 2011 وانتي جاي لحل تلك المشاكل مشينا للحظائر ومشينا للبستنا أنا كنقوله حظائر وبستنا أولا هو عمل هش للأسف وثانيا يعني المردود المالي البستنا وقل يخدم في الحظيرة مردود ضعيف ولكن أيضا الأثر متاعه الاجتماعي والاقتصادي لا شيء أنا نقول البستنا إيش أنتجنا فعل اللي يخدمه في البستنا وفر الماء وفر آليات العمل وخلي يغرسوننا تونس اغرس زيتون اغرس النخيل اغرس الأشجار أزرع عندكم سياسة في هذا لزرع الأشجار نعم غراسة الأشجار البستنا دورهم غراسة الأشجار شني الأشجار اللي انتوما بش يعني أنت والمكان كل دك ثم لابد إذا موضوع آخر موضوع آخر في الفلاحة من عاش قديش من مليون زيتونة مثلا فمشكل ماشي في الزيتون فمشكل ماشي في النخيل احنا بالنسبة لنا نمنو اللي العمل اللي يزم يقوم على العلم لابد من خارطة فلاحية مو شكك خارطة فلاحية وين نجمه نغرسه الزيتون وين نجمه نغرسه نخل وين نجمه نغرسه اللوز وين نجمه نغرسه الأشجار والدولة اللي هو العمل لابد من تثمين العمل تثمين المردودية تثمين الانتاجية ولكن مكن الناس من حقوقهم كاملة باش يعيشوا العيش الكريم المحور الرابع والأخير بالنسبة لحوانا اليوم ذكر الناس يتبع فينا اللي احنا منذ انطلاقنا للحملة الانتخابية واحنا وكبناها يوميا فما ممثلين عن المرشحين وكل مرة ناخذوا محور ولكن اليوم خصصنا حصتنا للأربع محاور هدوما السياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية تصور ورؤية المرشح زهير المغزاوي في العلاقات الديبلوماسية انتخب رئيسا لتونس بالنسبة للعلاقات الخارجية المرشح زهير المغزاوي يركز على أن تونس لها أصدقاء ولها عدو واحد الكيان الصهيوني عدو لا حديثة عن علاقة معه بل بالعكس سنجرم التطبيعة مع هذا الكيان معد ذلك تونس صديقة للجميع شرقا وغربا شمالا وجنوبا نحن نؤمن والمرشح زهير المغزاوي عازم على أنه تونس صديقة للجميع علاقاتنا تقوم على علاقة رابح رابح علاقتي معك علاقة مصلحة مشتركة أنت تربح وتونس تربح وهنا وين يجي نتحدث على الاتفاقيات الدولية ثم اتفاقات الدولية لابد من تقييمها ومراجعتها كما نتحدث على التبادل الحر مع أوروبا 1995 هذه الاتفاقية أضرت بتونس في مستويين المستوى الأول أنه معناها مرضودية التوريد والسلاعة التي تدخل تونس مرضوديتها ثلاثة مليار ديوانة تدخل تونس كل عام هذه يخسرناه اثنين المنافسة الشرسة لإنتاجنا المحلي قضت على الانتاج المحلي شوف وضعية تكستيل في تونس وضعية المصانع في تونس وضعية الصناعة التقليدية في تونس هذه الكل جاء نتيجة منافسة غير متكافئة مع سلاعة تدخل لبلادنا وتقتحم أسواقنا وقضت على إنتاجنا وقضت على الصناعينا وقضت على عماننا إذن يعاد نظر في بعض الاتفاقيات أولهم الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مضمونها تسمح بالمراجعة بل تسمح بتعطيلها في أوقات الأزمات وإحنا أخويا في أزمة إذن يمكن المراجعة المسألة الثانية هي الاتجاه إلى إفريقيا تفعيل علاقاتنا الدبلوماسية مع إفريقيا رأوا علاقاتنا تقريبا مفقودة معهم واختي العالم أجمع متجه الإفريقيا فتحة يعني مقارات دبلوماسية فتحة سفارات هذا مكلف زيد سعبر وفتحة يعني أي مقار للسفارة أو للربريزنتاشن ديبلوماسي كمتاع تونس يتكلف برش لكن رأوا النجمه سفارة واحدة تكون عندها علاقات مع ثلاثة وأربعة دول ممكن هذا يعني ممثلنا مثلا في النيجر النجم يكون عنده علاقة بمالي وبالنيجر وبوركي نفاسو وبغيرها بحيث نجمه من تمثيل دبلوماسي واحد النجمه انشعه على ثلاثة وأربعة دول هذا واحد اثنين الكلفة هذه يمكن تخفيضها بمنجزات في البنية التحتية في تونس كيفاش؟ مطار ضخم في تونس بورت مياه عميقة في تونس وين؟ مش ممكن مش ممكن مش مشكلة وين نتحدثوا على نفيذة نتحدثوا على جرجيس بورت مياه عميقة هذه بالنسبة للأبراد نا اي ونتحدثوا على تفعيل مطار نفيذة علش مطار نفيذة معطل ثم البحث التفكير في مطار آخر جديد يعوذ تونس قرطاج تونس قرطاج أو يأخذ المشعل عليه في الرحلات الكبرى والرحلات البعيدة وقتها نكونوا بالحق معبر العالم إلى أفريقيا ووقتها تكون مرضودية الخدمات اللي بش تقوم بها تونس في علاقة بأفريقيا تعطيها عائدات كبيرة وتنجم من خلال تلك العائدات ومن خلال الترانزاكسيون اللي تاقع بيناتنا رايب بش تبناء علاقات دبلوماسية وعلاقات الصديقية يعني دولة تكون عندها براحل النقل متاحها والخطوط الجوية متاحها اللي تمشي للأماكن هذه وهذاك علاش فكرت تحدث المرشح زوائر المغزاوي على الميناء المياه العميقة لأنه متنجم تحدث على النقل والخطوط الجوية والخطوط الجوية تحدثنا على تفعيل مطار النفيضة تفعيل مطار المولستير يقول أنت عنك ناقلة وكذلك الناقلات وكذلك تفعيل السكة الحديدي داخل تونس النقل الحديدي في تونس يزم يرجع إلى إشعاعه القديم أرى كيف نتحدثوا على نقل حديدي متطور في تونس أرى على الأقل نقطين نمو كنتحدثوا على نقل بري متطور وعلى طرقات يعني سيارة أرى زد نقطة والأثنين في النمو كنتحدثوا على النقل البري وشركات النقل البري أرى تنجم أنت تولي عندك شاحنات تنقل البضاء من البرت اللي تحدثوا عليها تعميها عميقة إلى أدغال أفريقيا وذلك مردودية مالية أرى فلوس إذن هذا يكل في إطار العلاقات مع الدول على أساس يعطي النظر في الاتفاقيات والوجهة الأولى أفريقيا طبعا هذا يعني في تصور المرشح زوهي المغزيوي في العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية السياسة الخارجية قلت أنت مبنية على الوين وين غنيون غنيون العمل مع الجميع إلا مع الغاصب طبعا الدولة الاحتلالي يعني من غير ما نحكي هذا هو إذن التوجهة لكن أيضا ثم توجه آخر مغاربي المرشح سوهير المغزاوي عازم على أن يكون يعني مدخل إلى صلح مغاربي مش معقول الواقع لعايشته المغرب العربي فقداننا للمغرب العربي وفقدان لنقاط نمو لكل من موريطانيا والمغرب والجزائر وطونس يعطي تفعيل اتحاد مغاربي أو تصور جديد ربما هو اتحاد المغاربي بالتصور القديم ولا بتصور جديد المهم أن يكون ثم الصلح مغاربي يسمح بالتكامل المغاربي ويسمح يعني العلاقات الاقتصادية المغاربية اللي تعطي نقاط نمو لكل هذه الدول دعوة المرشح زهير المغزاوي لكل التونسيات والتونسيين أن يذهبوا إلى سندق الاقتراع بكثافة كبيرة أراه صوتك مهم وصوتك ثمين ويجب أن يكون لك رأي في من يقود تونس في المستقبل من أجل تونس أفضل من أجل تونس ممكنة تونس أخرى ممكنة ومن أجل أيضا أبنائنا وبناتنا في المستقبل لابد أن نفكر في مصير هؤلاء وفي مستقبل هؤلاء لابد من أن نحسن اختيار من يقودنا للسنوات الخمسة القادمة شكرا لك سيد عبدالرزيق قاوديت المخاصة للانتخابات الرئاسية طبعا نخذينا بعض الدقاق على الأخبار صفية المحرر حاضرة جهزة إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى لقاء سيد عبدالرزيق شكرا لكم لحنا نتقابل غدوة فيلمنا